لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبن حسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال الإمام مسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله عز وجل وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه وأول ما أتى به الإمام مسلم رحمه الله تعالى من المرويات تحت هذا الباب في كتاب الإيمان بالسند المتصل للإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال عن كهمس قال عن عبد الله بن بريدة قال عن يحيى بن يعمر وحول الإسناد قال وحدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال عن يحيى بن يعمر قال ووقفنا عند هذا الموضع بالأمس واليوم بإذن الله تبارك تعالى نستكمل ما قد بدأنا قال عن يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى ورضي الله تبارك تعالى عنهم جميعا قال كان أول من قال في القدر وفي رواية بالقدر بالبصرة محل بالعراق وهذا المحل له شأن كبير يقال أنه لم يعبد فيه صنم وأنه أعد يعني إعدادا ليكون فيه معاني الحق والعدل معبد الجهني يعني نسبة إلى قبيلة يعني جهينة وهذا المكان ظاهر فيه أول من قال بهذه البدعة المحدثة المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان حينما قال أن الأمر لا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه بعد أن يفعله العباد أي ما يكون من أفعال العباد غير معلومة عند الله قبل أن تكون وهذا جهل كبير بالله سبحانه وعلمه وقدره سبحانه وتعالى الذي يقدره على العباد فما يكون من حوادث وما تكون من أفعال ولا أعمال إلا هي معلومة عند الله سبحانه يقدرها بإذنه فيما يحدده رب العزة سبحانه وتعالى فهذا جهل كبير وبدعة مقيتة ومنهم من قال أن الأمر على الجبر والقهر والقسر فالله سبحانه وتعالى يجبر ويقهر العباد على فعل أو على عمل وكل ذلك خلط وخطأ وغلط كبير في الاعتقاد السليم الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن هذا علم الله سبحانه وتعالى الذي لا نحيط بكيفيته علمنا قاصر ولا ندرك كنها صفة الله سبحانه وتعالى العليم الذي يعلم ما نعمله وما عملناه وما سنعمله وما لم نعمله لو كنا سنعمله كيف يكون بعلمه وقدرته وبلا جبر ولا قهر ولا قصر بل باختيار منا وهذا هو المحل والمحق العظيم الذي ضل فيه من ضل والذي صار فيه باعتقاد أهل السنة والجماعة سلم كان أول من قال في القدر أو بالقدر بالبصرة مع بدن الجواني قال فانطلقت هياحي بن عمر أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري يعني من أهل اليمن وهما من خيار التابعين حاجين أو معتمرين ليدرك الحق فإذا بهم ينتقلان يسافران يتكبذان المشاق للوصول إلى الحق وإلى الوصول إلى الدين والشر وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد بل من سمت أهل العلم الكبار أنهم يرتحلون لإدراك الحق ولو تعرضوا للمشاق والتعب فإنهم يبدلون ذلك ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى وليدركوا ما فيه النجاة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة فسافران يسأل عن هذه المسألة حاجين أو معتمرين قال فكلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهذا من التوفيق والسدان أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لمن يأخذ بيديك إلى ما فيه نجاتك وإلى الاعتقاد السليم الصحيح فإذا بهما لما كان على الصدق والإخلاص وفقهما الله سبحانه وتعالى لما كان فيه من أهل العلم بل من أكابرهم من المكثرين من المفتين من الأفاضل إلى عبد الله بن عمر وفق إليه ليقودهما إلى الاعتقاد السليم وإذا بهما يقول وفق لنا عبد الله بن عمر وفي رواية أنهما بعد أداء الحج سافر إلى المدينة فأدرك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بمسجد المدينة وهو خارج من المسجد فاكتنفاه يعني صار بجانبيه رضي الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن عمر وعن أبيه وعن الصحابة جميعا يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أدب كان عليه بل كانوا عليه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا من الأدب حتى إذا ما كان في جانب واحد أجهدا أو كان يسيران أمامه فليس من الأدب فإذا بأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله يقول فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي وفي رواية أنه قال له ذلك أن طلب إليه أن يتكلم هو لبسط لسانه ولكدرته على ذلك قال فقلت أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فقد كانت هذه كنيته إنه قد ظهر قبلنا ناس يعني عندنا وبناحيتنا ناس يقرؤون القرآن يعني يتعبدون ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويتقفرون العلم يأتون بالشاز يبحثون عن الغامض يتفيهقون يأتون بالشاز والغامض ويعرضونه وذكر من شأنهم وكأنه لم يرد أن يطل الكلام فيما كانوا عليه حتى يسلم لسانه ويسلم هو من ذكر ما فيه الشاي والذنب والقطح وأنهم يزعمون أن لا قدر يعني لا قدر لا يعلم الله سبحانه وتعالى ما يفعله العباد إلا بعد وقوعه من العباد وأن الأمر ألوف يعني فيه غياب معاني الإيمان بالقدر ويخالفون فيه ما علي أهل السنة والدماع من الإيمان بالقدر الذي هو في دين الله سبحانه وتعالى عن النهج السديد والمنهج السريم الذي عليه أهل السنة قال فإذا لقيت أي عبد الله بن عمر رضي الله تباره وتعالى عنهما يقول ليحيى ابن عمر فإذا لقيت أولئك يعني الذين أنت ذكرتهم وهذا هو شأنهم وهذا هو سمتهم وهذا هو اعتقادهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي براء مني وأنا بريء منهم يقول الكرتبير رحمه الله تعالى وكذا صار النووي رحمه الله تعالى وكأنه يعني قال بكفرهم يقول خاصة أنه لن يخبر أنه لا يقبل منهم العمل ولا يكون ذلك إلا ما كان من من خرج عن الدين القويم والمعتقد السليم يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني يحلف بالله فرواية الصحيحين من كان حالفا بل يحلف بالله من رواية عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى ورد الله تعالى عنهما يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر أي بالله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنثقه أي في طاعة الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر انظر تحبط أعمالهم لضلالهم في الاعتقاد ولغيهم فيما يكونون عليه من اعتقاد ضال بعيد عن نهج السيد والاعتقاد السليم ليبين بذلك خطر أمر العقيدة وأمور الاعتقاد في دين الله سبحانه وتعالى وعظيم مكانتها في دينه سبحانه وتعالى ثم قال حدثني أبي أي عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورد الله تبارك تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي أي إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وضع على فخذي النبي هذا هو الراجح من كلامه العلم بالمرويات وهذا ليدل على عظيم الاهتمام والإصغاء والأدب من جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعليما للصحابة والأمة كيف يكون الطالب العلم كيف يكون المستفتي بين يدي العالم المفتي ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفه على فخذي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها وفي رواية أماراتها أي علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ملي ثم قال لي عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه لبريل أتاكم يعلمكم دينكم في مباحث أتى بها شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقب شرحه هذا الحديث في مسائل صدر بها المسألة الأولى حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه من أفراد مسلم ثم بعد ذلك ذكر في مبحث خاص فوائد مستنبطة وحكم مستخرجة على هذا الحديث العظيم الشأن الذي صدر به الإمام مسلم كتابه كتاب الإيمان أول هذه الفوائد ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أجله وهو بان شرح الإسلام والإيمان والإحسان وغير ذلك ولذا يصلح أن يقال هذا الحديث أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة كما سميت الفاتحة أم الكتاب لما تضمنته من جمل معاني الكرآن قاله الإمام الكرطبي وقال الطيبي لهذه النقطة استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة لأنها تضمنت علوم الكرآن إجمالا قال القاضي عياد رحمه الله تعالى قد اجتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا ومن أعمال الجوارع ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه قال على هذا الحديث وأقسامه الثلاثة يقول ألف كتابه المبارك الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان إذ لا يشز شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكرهات عن أقسامه الثلاثة كذلك من الفوائد المستنبطة والحكم المستخرجة في جملة هذا الحديث إنكار صدر هذه الأمة مقالة أهل القدر وأنهم محدثة وبدعة أنها محدثة وبدعة كما جاء في الحديث أول من تكلم به معبد بالبصرة كذلك من الفوائد والحكم أن فيه فزع السلف في الأمور الطارئة عليهم في الدين إلى ما عند أصحاب النبي إذ هم الذين أمرنا بالإقتداء بهم ولما عندهم عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك من علم وأثر ولهذا نقل مالك رحمه الله تعالى في جميع من قول الصحابة في هذا ما نقل عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجد أصحابي كالنجوم بأيه مهتديت اقتديت مهتديت كذلك من هذه الفوائد أن فيه دليلا على استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك فإن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تعليمه بحاله ومقاله كذلك منها ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه وإقباله على رأس القوم فإنه قال السلام عليكم فعم ثم قال يا محمد فخص كذلك من الفوائد أن فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع وقد ثبت عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه كان يسمع كلام الملائكة كذلك من الفوائد أن فيه دليلا على أن الله تعالى ما مكن الملائكة من أن يتمثلوا فيما شاء من صور بني آدم كما نص الله عد وجل على ذلك في قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا وقد كان جبريل عليه السلام يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية ابن خليفة الكلبي وقد كان لجبريل سورة خاصة خلق عليها لم يره النبي صلى الله عليه وسلم عليها غير مرتين كما صح الحديث بذلك كذلك من هذه الفوائد جواز الاستئذان في القرب من الإمام مرارا وإن كان الإمام في موضع مأذون في دخوله كما فعل جبريل كذلك منها ترك الاكتفاء بالاستئذان مرة أو مرتين على جهة التعظيم والاحترام كذلك منها جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا ذعت الحاجة إلى ذلك لضرورة التعليم أو غيره لما يأتي في حديث الباب التالي فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه صلى الله عليه وسلم كذلك منها أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأله عنها ليحصل الجواب للجميع وهذا من فقه مريد نشر الخير والعلم بين الناس يصير السؤال هو يعلمه يعلم إجابته ليتعلم الآخرون من الجواب إذا ألقي عليهم من العالم أو المفتي كذلك منها أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض وأنه ينبغي للسائل كذلك أن يرفق في سؤاله فالرفق ما كان في شيء إلا زاله وما نزع من شيء إلا شانه كذلك من هذه الفواد المستمبطة حكم المستخرج أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم أن يصرح بأنه لا يعلم ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعيه قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى كذلك منها ما قاله الإمام الكرطبي رحمه الله تعالى مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاذيف فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها يعني معرفة وقتها وزمنها تحديدا بخلاف الأسئلة الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعمل بها ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن وكانت توجيه الأنقى الأكمل الأنجع كذلك منها ما قاله ابن المنير رحمه الله تعالى في قوله يعلمكم دينكم دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما لأن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يصدر منه سوى السؤال ومع ذلك فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وقد اشتهر قولهم حسن السؤال نصف العلم ويمكن أيضا أن يؤخذ من هذا الحديث هذا الأمر لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معا تتمة ما ذكره شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى من مسائله عقب ذكره لشرح هذا الحديث في البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم الحجاج بتصرف يسير من العبد الفقير نسأل الله تبارك تعالى أن يعيننا يوفقنا وأن يسددنا وأن يقبله عملا قالصا تباعا في المرات القادمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قياما وشفاءا من كل ذات اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك حفظنا بالإسلام قائمين حفظنا بالإسلام سائرين ولا تشمد بنا أعداء أو حاسدين اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم